أزمات نعدة تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع في أوروبا والعالم أجمع والسبب الرئيسي واحد هو النظام التركي فمن انتهاكات مباشرة ضد سيادة الدول في العراق وسوريا وليبيا إلى تهديد الأمن القومي لدول نعدة بالمنطقة فضلا عن سرقة غاز المتوسط فالأطماع أصبحت تحارك العقول من أجل تحقيق مكاسب على حقوق شعوب نعدة مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص اتخذوا موقفا موحدا ووجهوا مذكرة شفاهية مشتركة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة للمطالبة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمى بين أردغان والسراج حيث أن الاتفاق يعتبر معدوم الأثر قانونيا ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية مؤكدين أن القانون الدولي يشترط عدم تسجيل الاتفاقية الدولية إلا بعد دخولها حيث التنفيذ مشددين على أن إبراما مذكرة التفاهم تلك يعتبر خرقا جسيما لاتفاق السخيرات التوترات في العلاقات مع تركيا لم تقتصر على دول الجوار أو دول المنطقة بل امتدت إلى الاتحاد الأوروبي الذي طالما نادت تركيا بالانضمام إليه فبدوره يلخص جوزيب بوريل لمماثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأزمة المشتعلة بين تكتل القارة العجوز وأنقرة بأنها ليست على ما يرام في الوقت الحالي وتاتي تصريحاته في وقت تصاعدت فيه المطالبات داخل تكتل القارة العجوز للدعوة إلى إنشاء تحالف عسكرية لكبح الأطماع التركية في ليبيا وشرق المتوسط إلى درجة أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إرسال مهمة دولية إلى ليبيا في تأكيد على أن التكتل الأوروبي لم يعد يخشى ورقة المهاجرين التي يلوح بها أردوغان كلما أراد الضغط وابتزازه من أجل ملف معين يوم تلوى الآخر تسعى تركيا إلى سرقة حقوق كافة الدول في التنقيب بالبحر المتوسط الأمر الذي يتنافى بشكل كامل مع احترام سيادة الدول الأمر الذي جعل أغلب الدول يفيض بها الكيل لتبدأ مرحلة الدفاع عن حقوقها وأمنها في إطار وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات التركية